أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين وضعت مصلحة المواطن أولاً والمصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار خلال التعامل مع جائحة كورونا كوفيد 19 وحرصت على مواجهة كافة تحديات الجائحة وانعكاساتها بما يحقق التوازن بين الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ودعم الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية بفضل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بما يسهم في التصدي للفيروس والحفاظ على صحة الجميع جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في المنتدى السنوي الخامس للمالية العامة المشترك لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وسيدة كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي والفريق المخصص لمواجهة فيروس كورونا وأشار معاليه إلى الاستجابة المالية السريعة التي اتخذتها مملكة البحرين لدعم القطاعات الاقتصادية من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من عشرين مبادرة بقيمة تفوق أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار بحريني أي ما يعادل 32% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بهدف ضخ السيولة للقطاع الخاص وحماية الأفراد والمؤسسات إذ تضمنت الحزمة عدة مبادرات أهمها التكفل بدفع رواتب المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص بالكامل في الثلاث شهور الأولى من الجائحة تلتها دعم رواتبهم بنسبة 50% وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المتضررة ثم دعم رواتبهم بنسبة 50% للعاملين في شركات القطاع الخاص الأكثر تضررا حتى نهاية العام الجاري وتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات ورفع قدرة الإقراض لدى البنوك وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقصاط أو للتمويل الإضافي كما تم مضاعفة حجم صندوق سيولا إلى 200 مليون دينار بحريني وإعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة التي سببتها الجائحة ونوها معلي بأهمية تحقيق التعاون الدولي المشترك مما سيسهم في تحقيق الانتعاش والتنوع الاقتصادي العالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر